اشتركوا في القناة 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 ودرتها اعاود ودرتها اعاود. طبعا نديرها فقط من اللي كتوال لغاسين اللي كتوالو. نديرها لهم. غاب ندير واحد المعلقة صغيرة دي لحنة. معلقة صغيرة فقط. ماشي معلقة كبيرة. معلقة صغيرة خلطفة. معلقة صغيرة دي لخلطفة. هاد الوصفة دي حل مخليج وامور مدة اطوال ستعطي لكم اللون اكثر. انا هذه الخلطة قد نديرها ساعتين. تعطيني واحد اللون في الشيب. في صراحة نديرها كأنا يا. كتوالي واحد اللون الشيب. اللون دياله اصفر. فانا كنكتافي بدك اللون كيعجبني بزاف. كيجي بحل شكل ديال ليميش. يعني ما كيجيش داك اللون اللي هو اورنج ولا ليموني ولا خزلة. كيجيني بحل اللون ديال ليميش. كيجيني داك اللوين صفر. بسم الله. هنا نصل شوية ديال المصحون. بسم الله. الحناء اللي بنات. ماشي ما تخلعوش منا. حت هنا قدرت غير معلقة صغيرة. فما غاديش تلكم داك اللون اللي هو برتقالي. علاش? حت هنا يا. شنو اللي غالب. معلقة ديال الكشور رمان غالبة. معلقة ديال الكركا ديال كبيرة غالبة. فالحناء درنا معلقة صغيرة داك الشيب. مش ممكن انها تعطينا في اللون ديال الشيب فقط يخرج لنا. اللون دياله اسفر. وليني لا درناها عدة مرات. يعني درناها مرة في الاسبوع. مدة ديال الشهر وحنا كنستعملوها. فكونوا على اكيد انها غادي تغمق لكم شعاة ديالكم. كشور ديال مما بعينين تغمقوا الشيب فما غاديش تخافوا منا. بسم الله. غازي نخلط هذه الخلطة عادي. حت هنا نحصل وله واحد. قوام ليه هو كريمي. بشوية. حتنا غادي تبدأ تدخل لكم. بشوية بشوية. نحصلوا على واحد القوام كريمي. وكل شيء جنت لنفس الشعر ديالنا. بالنسبة لهذا الخلطة هذي ممكن اننا نضيفو لها معلقة جازويتا. اي نوع جازويتا ديال الشعر ديالنا. ها هي البنات. ماشي ضروري انكم تغسلوها. قبل ما تدروها ماشي ضروري ان الشعر ديالكم يكون مغصول. تخليوا في الشعر ديالكم. اش حال ما بغيتو. كين بعض الاخوات اللي كيباتوا بها البنات. انا قلت لكم البنات. انا التجربة ديالي كنخليها واحد ساعتين ثلثة سوايع فقط. بالحق انا كيعجبني هذا كل لون ديال الشيب اللي كتعطيني. يعني كيعطيني واحد اللوين في الشيب ديالي. كيكون صفر. يعني بحال شكل ديال العاملة لي ماشي. فانك يعجبني في صراحة هذا كل اللون كان كتفي به. انتم ما عاودوها قدروها مرة في الاسبوع حتى تصلوا على اللوين اللي بغيتو. ما ننسوش انها دورها مو كوينة طبيعية ما غاديش يقاديولينا الشعر ديالنا. بالعكس كلها منافع للشعر ديالنا بازن الله بازن الله وما ننسوش اي حاجة نبغو نقولوها او لو نبغو نديروها نديرو ونقولو بسم الله اي شي باش هكا ربي يجعل فيها بازن الله. سوف نخلطها حتى حترا باقي كين عندي باقي ذاك اكشور الرمان باقي ذاك المكونات ما ما تخلطت باقي كويورات كيفير لكم باقي عندي كويورات هنا فقد نبقى نحركها حتى ما يبقاش قاع بك الكويورات. بنت لي انها عندي خفيفة هاد الخلطة عادي غادي نزيد معا لقا واحدة اخرى ديال اكشور الرمان مدقوق ومعا لقا واحد اخرى ديال شكولات غبرة حتى نحصل عليها تكون تقيلة وقاسحة باش مالين ديروش عادي لي ما تنزلش لي معا ما تنزلش لي معا ودنية ما تنزلش لي معا الجبهة ديالي فهمت يوني يا البلات؟ ضروري انها تكون متماسكة باش تنقصح لي تكون متماسكة معني لابنت لي كنتما خففتوها بحالي انا غادي نزيد هنا معلقة ديال قشور الرمان ونزيد معلقة ديال شكولات غبرة. وبالنسبة للزويتة ضروري انكم ندير واحد الزويتة اللي متوجدة عندكم بشرط انها هيكون شي زيت معين اي زيت عندكم متوجد في البيت؟ هي معلقة صغيرة هاتشي اللي بغيتوا انا شخصيا مش توني مدد هاشقاء انا هنا مدرش الزيت. علاش كنفضل انا اللي ما ندير قاعد الزيت حتان سالي يعني ما اللي نغسل الشعر ديالي من هاد الخلطة هاتي عاد ندير الزيت ديال الحبه السوداء هنهراني دير الزيت ديال الحبه السوداء البنات او لزيت ديال اه كيقولوا ليه الزيت ديال السانوش عاد كند هنز الشعر ديالي بزيت ديال السانوش فقط كنكتافي بعدك صاف انتو معنا يا هاد كند بعض الاخوات اللي غادي نشوف اليوم رمان الشعر فمن الاحسن انكم لا بغيتو تديروشي معلقة الزيت او لا تصبروا بحالي انا وما تديروش الزيت تدسالي وعاد دهنو الشعر ديالكم بزويدة مهم اللي نتكنت منى يااربي ان هاد نبوص فادي نفعكم ولو بشيء قليل يااربي يااربي تنفعكم ونخليكم في رعاية الله وإلى فيديو قادم بإذن الرحمن اشتركوا في القناة